عمر النادي الآلي أقول لحضرتك حاجة طب الكابتن صالح سليم في موسم من المواسم هاريس الإنجليزي كان مدرب النادي لا ده كان هولمن لا هاريس هولمن هاريس هولمن المدرب الإنجليزي لما جددله المدرب الإنجليزي هو إدلي هاريس أنا قص أنا كنت بالعب بالضبط كده الدور الأولاني النادي الآلي السابع التامن الجمهور كله هايج وطلب من يا عم هولمن حصلت مرتين مرة مع هاريس ومرة مع هولمن بس أنا بكلمك على هاريس لأن هولمن ما كناش في التامن التاسع لا ده إحنا خسرنا مطش المقاولين وبالليل تجددله ده موضوع ده موضوع يا رضا قصة هاريس دي أنا والناس كلها والجمهور عارف يعني إذا كان فيها غلط ماشي هاريس هولمن تمام المهم إن بعد ما خلص الدور الأولاني النادي الآلي ما خلص الدور الأولاني مش بقى خسران مطش لا النادي الآلي خلص الدور الأولاني كله تحت السابع ويه ده دلوقتي هو في السابع ويه كابتن صالح السليم قال لهم النادي الآلي ما يغيرش مدرب وسط موسى أبداً كمل بردو دي هولمن خد الدور هولمن هولمن انت عارف الدور نون الدور نون اللي كان الزمالك عنده مؤجلات وجنع في أفريقيا وكان أيوة أنا مش موجود احنا بصت السنة الأولانية يبقى اتنين مدربين بقى اللي حصل معهم كده هوتب يقول انت بتحكي تكلامي انت قلت تكلامي